سين جنات وكل صحافة العار الموجودة في الجزائر وحتى الناس خارج الجزائر في طرد وفي ايقالة الكهول من الاتحادية الجزائرية بالماضي محظوظ لانه اليوم السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو قبل ما نبدأ وما تنساوش انكم تصليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تنساوش تعطونا اراكم اقتراحاتكم وانتقاداتكم مرحبا بكم كل حب والاحترام للجميع اول شي نبدأ به في هذا الفيديو باش نتكلمه على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وخبر جديد ورائع جدا هو والد صدي يستمر في طرد وفي ايقالة الكهول من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم رسميا تم ايقالة اللي هو مصطفى بسكري من الاتحادية الجزائرية وهذا امر رائع وجيد لان هذا الرجل مع كل احترامات له كان مشواره كمدرب والشي اللي داره لم يقدم الاضافة للكرة الجزائرية كان حاكم المنتخبات الجزائرية للفئات السنية ولم يقدم اي شي صراحة هزائم صراحة يجيبوا اللايبين بالمعرفة ما شفناش اضافات او انجازات حققها مع الاتحادية الجزائرية فشل وراء فشل اسمعوا معنا رسميا عينت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم التقني عام المنسول مديرا فنيا وطنيا جديدا وذلك خلفا لمصطفى بسكري حسب ما علنت عنه وكلة العنباء الجزائرية ويشغل عام المنسول حاليا منصب المكلف بالدراسة والتلخيص بديوان وزارة شباب ورياضة ويحوز على عدة شهادات تدريبية اوروبية المتحصل عليها في 2003 وعمل لسنوات طويلة في الامارات العربية المتحدة كما حاز في 2023 على شهادة المصطى للمداربين المحترفين لدى الاتحاد الاوروبي وفي 2021 تم تعينه على رأس اللجنة المشتركة بين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ووزارة شباب ورياضة والمكلف بملف الاحتراف في الجزائر كما سمعتم معنا هذا خبر جيد ورائع جدا ومفرح بالنسبة للكرة الجزائرية انه عينه انسان اخر صاحب كفاءات انسان عنده امكانية جيدة انسان قاري انسان مثقف يقدر يقدم الاضافة للكرة الجزائرية بصفة عامة وانه يطور المنظومة الكرة في الجزائر وامر جيد رو يديره والاتصادي صراحة تحية له كبيرة انه التشبيب الاتحادية الجزائرية كل مرة نسمعه خبر مفرح اقالات اكيد راهي مازالت مستمرة ولازم على وليت صادي ليس الاقالات فقط هو محاسبة هاد الناس اللي اقالهم على واش صرفوا على الشي اللي داروه ولان باش اسمع معنا تصريح لحسين جناد اللي تكلم فيه على جامل بالماضي وقال لازم علينا انه ننتقد جامل بالماضي ولازم جامل بالماضي يتقبل الانتقادات ولكن نعرف انه دائما المشكل ليس في الانتقادات بل المشكل في طريقة الانتقاد كان انتقاد بنا باش تطور باش تسقم باش تحسن بيكون بنية حسنة بطبيعة الحال وكان انتقادات اللي يديرها صحافة العار في الجزائر ومنهم حتى حسين جنات هذا اللي هي انتقادات هادامة عبارة عن تصفية حسابات عبارة على تشويه صمعة عبارة على انه انسان حبي نقصلك من قيمتك لا اكثر ولا اقل مش باش ينصحك انك باش تطور روحك وتسقم روحك واسمع معنا كلامه واش تكلم انا انا انظن بان الانتقادات في محورة القدم موجود ما كاش كفاش ما تنتقدش مدرب تنتقد مدرب مهما كان نعم تنتقد مدرب مهما كان هادي انا معك مهما كان اسم المدرب كبير صغير عندك الحق باش تنتقده ولكن قلنا انه المشكل في طريقة الانتقاد كيف اسبانيا ده كأس العالم هذا الاسبانيا يعني لقب اللي في التاريخ كأس العالم سنتين انبعد جاب لهم كأس اوروبا للأمم وشكون دين البوسكي لما درغ بريال مادريد جاب لهم سوش ألقاء برابطة أبطال أوروبا يعني مدرب كبير ولكن بمجرد ما اخفق وكأس اوروبا اللي دهب بعد كأس العالم النهائي مع ايطاليا اللي فاز عليهم بربعة الصيفر يعني دار دار تاريخ مع اسبانيا ولكن بمجرد ما اخفق ذبحوه يعني الانتقادات الاعلام الاسباني اللعبين الفنيين كاعد تقدون يمكن حاجة عن بالماضي يجب يعرف ان الانتقاد كاين في كورت القادمة يعني انا وش حاب نفهم انا من كلام حسين جنات هذا يعني اذا الاسبان داروا خطأ وداروا مشكل حتى احنا نقلدوهم ونديروا خطأ كيفهم حتى احنا الثاني اذا اخسر جامل بالماضي ودار تعادل في الماتش اللي فات الناس كامل طحت على جامل بالماضي بالماضي تعادل بالماضي دار بالماضي كده كافاكم يا ناس كافاكم بعد جاوبكم في المباراة تالسينيقال وفاز على السينيقال حسين جنات وكل صحافة العار الموجودة في الجزائر وحتى الناس خارج الجزائر كانوا ينتظروا خسارة المنتخب الجزائري امام منتخب السينيقال بفارغ الصبر وانها تكون بنتيجة كبيرة لماذا؟ باش يبدأوا يهدروا يتكلموا على الجزائر وينتقدوا جامل بالماضي ما راحش يسكتو نهائيا علاش؟ لانه جامل بالماضي واحد من الناس كما حسين جنات مقلقوا مرضوا في حياته لانه حرموا انه يتنعم في سيدي موسى حرموا انه يتنقل في الطيارة ملعبين المنتخب الجزائري حرموا من العديد من الاشياء اللي كان يتميز بها لهذا السبب هو مساء وصباحا يتكالب على جامل بالماضي في البداية ماذا خد لك؟ قلت بان بالماضي محظوظ لانه اليوم جامعة جنراسيون اللي يحبوا الاستقرار ومحظوظ لانه يحبوه بالماضي الماضي محبوب في الجزائر حبابني هام كاريدة المناصرين تقوكم على المنتخب الوطني που يقول لك معلش خسر المنتخب الوطني المهم McGرس هو يخسر 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 هو مبل الماضي كل المبارايات اللي لعبها مع المنتخب الجزائري عندو فيها خمس هزائaux فقط والباقي المباريات فوز اغلبها وعنده تعادلات جامل بالماضي اكتر مدرب في تاريخ الجزائر حقق انتصارات بعدد كم؟ 38 مبارات لحققهم جامل بالماضي فوز مع المنتخب الجزائري و35 مبارات انتصارا متتاليا اللي هو دخل بها العالمية مع منتخبات كبيرة هذا الشي ما شفتوهش ولكن كي يخسر ماتش او يتعادل ماتش هاتشوفوه تكلموه له زايد على ذلك جامل بالماضي علاش يحبوه الجاملية الجزائرية علاش يحبوه الشاب الجزائري لانه انسان شافوه راجل انسان يحب بلاده انسان يخدم من اجل بلاده ولكن انتوما اشباس صحفيين ما تحبوش واحد راجل يخدم بلاده تحبو واحد يتعامل معاكم انتوما بشكل مباشر واللي صاحبكم ولكن بالماضي قاطعلكم اتصارا المهم خواتي وصلنا نهاية الفيديو شكرا لكم بزافة رحسنا المتابعة والاصغاء وما تنساوش تعطونا اراءكم اقتراحاتكم انتقاداتكم اكيد اراءكم مهمة جدا نحب تعطوني رأيكم في كل موضوع تكلمنا فيه وفي كل التفاصيل باش نستفادوا من بعضنا البعض حتى انا نستفد منكم بزاف من انتقاداتكم من توجيهاتكم من اي نصائح تمدوا هالي في التعليق مرحبا بالجميع واهم شيء كالعادة نتكلموا بشفافية وبصراحة مصلحة المنتخب الجزائري فوق الجميع نتمنى التوفيق للمنتخب ولجمال بالماضي ولكل اللاعبين وتحية الجزائر في كل الاحوال